موسيقى الطوائف في إسرائيل موسيقى من هو اليهودي؟ سؤال يبدو بسيطا وقد يعتبره البعض ساذجا وقد يرى البعض الآخر أنه ليس سؤالا من الأساس موسيقى لكن هذا السؤال على بساطته أرق وأرهق المسؤولين في إسرائيل لسنوات طويلة بسبب الطائفية فقد حاولوا كثيرا تعريف من هو اليهودي إلى درجة عدلت معها إسرائيل قانون من هو اليهودي خمس عشرة مرة على الأقل منذ تأسيسها في مايو عام 1948 وحتى الآن وقد تسبب هذا القانون في استقالة الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا أكثر من مرة ولا يزال البعض يرى أن القانون في حاجة إلى تعديل لكن الحكومات المتعاقبة تخشى أن تقترب من هذا اللغم فينفجر في وجهها وقد تسبب قانون تعريف اليهودي في أزمات كثيرة وكبيرة منها مشكلة حدثت عقب حرب السادس من أكتوبر عام 1973 ففي ذلك التوقيت أرسل أحد الجنود الإسرائيليين شكوى إلى رئيسة الوزراء جلد مائير وأخبرها أنه فقد قدميه في الحرب على يد المصريين وأنه يهودي من أب يهودي وأمه مسيحية لكن القانون لا يمنحه حقوقه كاملة وختم رسالته ساخرا كيف أنني إسرائيلي 100% وكسيح 100% ويهودي 50% تلك القصة تكشف معاناة المجتمع الإسرائيلي الذي يعاني من انقسام داخلي لا يجمع شاتاته إلا الحرب وتسعى الحكومات الإسرائيلية إلى صناعة حرب إن لم تجدها لاخترعتها لتذيب الخلافات التي تضرب في جذور المجتمع فرغم أن وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل دعت إلى إقامة دولة يهودية تتمتع بالمساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس لكن ما يحدث هو العكس تماما فالمساواة لا تعرف طريقا نحو المجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم إلى مجتمعات صغيرة بعضها يتمنى زوال البعض الآخر لكن الانقسام الكبير الذي يعلمه الجميع ويغض عنه الطرف فهو التفريقة العنصرية بين يهود الشرق الذين يطلق عليهم السفرديم وبين يهود أوروبا ويسمون الأشكناز فما زال السفرديم يعانون من الظلم الاجتماعي والاقتصادي والإقصاء من بعض المناصب العليا وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية بينما يحصل الأشكناز على كل شيء أفضل تعليم وأعلى رواتب وأفضل سكن علاوة على حصولهم على أكبر عدد من المناصب السياسية والعسكرية لتظهر عنصرية الدولة الإسرائيلية واضحة أمام الجميع وهناك أيضا جماعات من يعرف صفاتها لا يتصور أنها تعيش داخل نفس الدولة ومن بيد تلك الجماعات حراس المدينة أو كما يطلق عليها نطور كارتا تلك الحركة تطلب من أعضائها أن يخرجوا كل عام في الرابع عشر من مايو إلى شوارع القدس ليحرقوا علم إسرائيل ويرفعوا علم فلسطين وحراس المدينة طائفة يهودية ضد الصهيونية يعفى أفرادها من الخدمة العسكرية وأصحابها لا يعترفون بدولة إسرائيل ويؤمنون بأن التوراة تحرم على اليهود تأسيس أي دولة في العالم ويفضلون التحدث بلغة الإيديش وهي خاليط بين الألمانية والعبرية وتعد حركة حراس المدينة جزءا من طائفة يهودية لها وجود كبير داخل المجتمع الإسرائيلي وهي الحميدين وهؤلاء يرتدون المعطف الطويل الأسود والقبعة السوداء وتتدلى لحيتهم على صدورهم وتغطي آذانهم خصلات من الشعر ومعظم رجالهم يبقون في المدارس الدينية حتى سن الأربعين ومن هنا يشتد الصراع داخل إسرائيل لتبدو كبيت العنكبوت اشتركوا في القناة